السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم في كناة برفصة فيديو جديد من فيديوات الاندرويد نشرح طريقة عمل برنامج طريقة عمل برنامج true cooler بالمعنى على صحيح ازاي بيعرف ارقام التلفونات بالبيانات الشخصية خلينا كده نبدأ من اول ما انت بتفتح البرنامج بعد تثبيته تلقائي بتلاقي شاشة كده بتطلع تعريبا في كل البرنامج التانية ليه هل توافق على الشروط والاحكام طبيعي زي ما احكلنا بنعمل انت بتدوس نعم غير ما تقرأ الكلام المواد هب فجأك ان انت باللي انت بتاع اللي انت عملته ده انت كده بتديله كل معلوماتك الشخصية هتقول لي ازاي انت لو اريد شروط والاحكام دي هتقرأ هتلاقي فيها ان هو ليسا لحياته ان هو يدخل على الرقم التلفون بتاعك يعرفه يدخل على بيات جهات الاتصال بتاعتك يعرفها يقراها بالرقم بالاسم بكل حاجة بالمعنى صح يعني بيعرف كل حاجة عن الاتصالات اللي انت بتعملها على التلفون طب بعد ما عرف الاتصالات دي بياخد كل جهة الاتصال والرقم بتاعك بالاسم بتاعك بياخدها كلها كده ويحطها في قاعدة باانات عنده فبالتالي هو بياخدها في قاعدة البيانات وبيسجلها في حين ان لو حد استعمالها تاني بيلاقي الرقم التلفون والاسم طب هتقول لي ايه ده طب ماشي طب بيفرض مثلا اي انا بسمي مثلا واحد صعب مثلا التلفون بتاعي اا اسم احمد بس انا بسميه حمادة مثلا طب عاجد نعمل مثال بسيط فتى احن قدمنا 3 تلفونات وداء كوالر مثلا انا تلفوني و التلفون ه kalau NoHead 3 التلفون بتاع مسلا لان مسجل احمد فيه مثلا حمادة و التلفون التانى مسجل مثلا برضو احمد مثلا برضو حمادة و ال 3 مسجل احمد تقوى رجل مش بالغباء ان هو يسجل حمادة مثلا اه ياخد اكتر نسبة باكتر نسبة اه بخوذها باكتر نسبة الموجودة متسم بها الرقم ده هو كده عارف ان حمادة ده اختصار لكلمة احمد مسلا او دلع لكلمة احمد فهو بياخد كلمة احمد هتقول لي طب ماشي افرد احنا كلنا مسميين حمادة لا بياخد كلمة حمادة بس ده قليل اولا ما بيعمل كده ان هو طبيعي ان الناس كتير او مش مسميها باسمات دلع الفكرة في كده ان مستخدم ترو كولر مش بيدر نفسه بس او مش بيفضح نفسه بس لا ده بيجر معاه عشرات او مئات على حسب الجهات الاتصال بتاعته يعني انت مسلا ايه لو مش بتستخدم برنامج ترو كولر واحد صعبك تاني بيستخدم برنامج ترو كولر بمجرد ان هو مسلا حافز اسمك مسلا فجهات الاتصال ممكن عادي جدا برنامج ترو كولر ياخد بياناتك ويعرف رقم تليفونك ويحطه في القاعدة البلاب بتاعته من غير ما انت تكون مدي صلاحيات لترو كولر او مش اقيد له اصلا ان انت تدير رقم تليفون بتاعه بكون ان واحد صاحبك او مسلا اي تليفون مسجل رقمك على التليفون بتاعه يستخدم ترو كولر انت كده هو كده بيدي رقم تليفونك او بياناتك لترو كولر وانتهى درس النهاردة يا جماعة وياريت يكونوا اعجابكم الدرس النهاردة لو عجبك الفيديو تدوس لايك لو ما عجبكش حط ان لايك ولا انا ما عجبكش ليه ياريت افعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد نلقاكم في درس اخر ان شاء الله بسلام عليكم وانحبت الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة